على البناء والبناء الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد عمر هذا الرجل الذي له باع كبير في التعليم في مصر وفي صحافة تعليمية أو صحافة متخصصة في التعليم وهذا الملف من الملفات التي يجب دائما الاستعانة بأحمد عمر مع حفظ الألقاب وأمثاله إذا أردنا أن ننهض بالعملات التعليمية لو تتذكروا معي 2016 كان تشاومينج اللي كان دائما بيسرب الامتحانات في الوقت ده أحمد عمر مع حفظ الألقاب كتب مقالة غير المقالة اللي قدام حضراتك دي على الشاشة كتب وفتح الموضوع وكان هناك حديث عن الدكتور محمد سعد اللي كان رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في هذا التوقيت وكل الصحافين في هذا التوقيت جالنا مستندات ومستندات يعني ثبت صحتها في حينه كان الأستاذ أحمد عمر ذكر الكلام ده في مقالته ياريت ننشر المقالة الجديدة وكان في حديث عن رئيس الإدارة المركزية للامتحانات السنوال العام ولكن أحمد عمر مش أي حد أحمد عمر لما بيتيقن بيرجع ويقول لا فلان اتظلم فلان كذا وهو ده اللي كتبوا في المقالة لحضراتك هتقروا حالاً دلوقتي على الشاشة بيتكلم عن صديقه العزيز الدكتور محمد سعد بيتكلم في المقالة أنه جالوا مستندات في حينها وثبت وتيقم بعد ذلك بيتكلم بيقول الأخ والصديق محمد سعد ما له وما عليه واجب علينا التحية للأستاذ أحمد عمر اللي بيكلم وبيقول أنه تيقن أن محمد سعد مع حفظ الألقاب طبعاً ووكيل وزارة التربية والتعليم حالياً ما كانش هو المسؤول عن ما تم من تسريبات لما يسمى بشاوميج حينها وأن اللي طلع المسؤول أحد العمال في المطبع الخاصة بوزارة التربية والتعليم هو وأقارب وهو دلوقتي محبوس وبيتحاكم بتهمة تسريب امتحانات السنوية العامة عندي هنا ملمحين الملمح الأول هو الأستاذ أحمد عمر اللي لازم واجب له التحية طبعاً على هذه المقالة ومقالة طويلة جداً أنا يمكن بس بختصر لكم أجزاء منها في جزئية أخيرة كده في المقالة لما بيكلم عن محمد سعد وبيتكلم وبيقول في حق وكلام يعني هقرأ لحضراتكم بالتفصيل الرجوع الحق الفضيلة سمة أو سمة الكبار سمة العظماء لذلك بنشكر ونتوجه بالشكر للأستاذ أحمد عمر وبنتوجه أيضاً بالتخدير والتحية للدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم الحالي أحمد عمر في مقالته بيقول حقيقة أشهد الله أن الأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة طبعاً اللي هو الحال يعني من أنقى الرجال ومن أخلص الرجال في عمله وأن ظروف التي أحاطت بواقعة التسريبات كانت غامضة وقد وقت نشريها عفواً وأن ما تم فعله من قبل بعض العاملين بالمطبع السرية في ذلك الوقت هو الذي أدى إلى الزج باسمه الكريم في مصار تلك الأحداث أعتقد أن هذه إشادة بشكر بقى طبعاً الـ VTR من الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عمر بالأستاذ محمد سعد عما يعني تم اتهامه مسبقاً في عملية التسريبات اللي كانت حديث مصر في هذا التوقيت تفاكرين شاومينج كان حديث المدينة مرة تانية منشكر أستاذ أحمد عمر والدكتور محمد سعد